بسم الله الرحمن الرحيم معكم الدكتور فالس اليوم رح تكلم عن هرمون الانسونين هرمون الانسونين هرمون جدا مهم في الجسن لانه يعتبر هرمون الطاقة هو هرمون نظم الطاقة الطاقة طبعا تجي تأتي من الغلوكوز أو السكر في الدم هو المسؤول عن إنتاج الطاقة طبعا هو والدهون رح نتكلم عن طاقة السكر لانها الأكثر شيوعا وهي الأكثر إنتاجا للطاقة في عصرنا الحالي ليش هرمون الانسونين مهم؟ لانه أمراض كثيرة تتعلق بالإنتاج الانسونين سواء قلة أو كفر إنتاج الانسونين وهو معروف بمراض السكري وهو منتشر بشكل كبير في العصر الحالي طيب هرمون الانسونين طبعا هو عبارة عن هرمون هرمون معادها ينتج من غدة ما هو الغدة أو اسم الغدة التي ينتجها هو البنكرياس أين موجوده البنكرياس؟ موجود في البطن بشكل خاص موجود خلف الماعدة رسمت رسم طوليه عندنا الكبد وعندنا الماعدة الماعدة طبعا في الجزء الأيسر من البطن تحت الأضلاع تحت الضلوع الماعدة وخلفها مباشرة يوجد البنكرياس البنكرياس طبعا هو عبارة صغيرة بهذا الحجم تقريبا ليس بكل شخص تختلف الحجم فهو تختلف هذا الحجم البنكرياس هو عبارة غير بصماء ما معنى عبارة غير بصماء معناتها لها وبيفتين في الجسم الوبيفة الأولى هو إفراز داخل الدم والثانية هي إفراز خارج الدم إفراز خارج الدم معناتها هو إفراز داخل القناة الهضمية وهي عصارة هاضمة تعتبع عصارة هاضمة تفرز في القناة التي تصل الكبد والبنكرياس وبالأمعاء لكي تصل العصارة الهاضمة العصارة الهاضمة طبعا معنى أنها تحضم محتويات الطعام وهي البروتين والكربوهيدرات والدمون لذلك هي عصارة مساعدة في هضم هذه المواد الغذائية وتكسيرها لجعل انتصاصها أسهل في الماعدة والأمعاء بشكل أساسي الوظيفة الثانية هي الوظيفة الصماء للغد وهو إفراز هرمونات في الدم الهرمونات التي تفرز في الدم لها وظيفة أساسية جدا في الحفاظ على معدل الأيض في الجسم بمعنى الحفاظ على طاقة الجسم لذلك هو جدا مهم له دور جدا مهم في الجسم هذه الهرمونات هي المسؤولة عن الحفاظ على مستوى سكر الدم الهرمونات هي هرمونين أساسيين يفرزون من البنكرياس الأول هو هرمون الإنسولين والثاني هو هرمون البلوكاقوان هرمون الإنسولين مسؤول عن خفض الإرتفاع في مستوى سكر الدم بمعنى كلما ارتفع مستوى سكر الدم يفرز هرمون الإنسولين منكي إنخفض والعكس له هرمون البلوكاقوان وهو يقوم برفع مستوى سكر الدم كلما انخفض مستوى سكر الدم يفرز البنكرياس البلوكاغون لرفع مستوى سكر الدم هذه الهرمونين هي أحد خمس هرمونات تفرز من البنكرياس في الدم وغضتها أساسية جداً في حم الجسم الآن نتحدث عن الإنسولين الإنسولين جداً مهم لأنه انتشر مرض السكري بشكل كبير في العالم حالياً السكر هو المحفز الأساسي لإنتاج الإنسولين في الجسم عندما يرتفع مستوى السكر في الدم السكر بحداته بعد امتصاصه للدم يقوم بتحفيز البنكرياس لإفراز الإنسولين هذا المطبع مهم لأنه كلما ارتفع سكر الدم يرتفع مستوى إفراز هرمون الإنسولين لذلك نجد أن الإنسولين أو وظيفته الأساسية هو هرمون بناء أو أنابوليك للحفاظ لزيادة الكمين تسمى أنابوليك أو هرمون ومدة صلاحيته في الجسم هي 6 إلى 12 ساعة ما هي وظيفة الإنسولين؟ وظيفته هو مثل ما قلنا البناء لذلك راح نشوف حال ما معنى البناء هذا تقريباً أو راح نشبهها بخلية الجسم الهرمون الإنسولين يعتبر مفتاح لخلايا الجسم لكي يسمح بالخلية من الاستفادة من الجلوكوز أو السكر لماذا نحتاج السكر؟ لإنتاج الطاقة لكي نندج الطاقة نحتاج أن تدخل كمية الجلوكوز إلى داخل الخلية لكي تدخل الخلية تحتاج إلى باب الباب له مفتاح ما هو المفتاح؟ هو الإنسولين الإنسولين يقوم بفتح الباب يفتح باب في الخليل لكي يسمح بدخول الجلوكوز داخل الخلية والاستفادة منه لإنتاج الطاقة طبعاً عندما تنتج الطاقة يقوم الجسم بالبناء يحتاج الجسم للطاقة لكي يبني خلايا جديدة في الجسم ما هي الأعضاء التي تقوم بالبناء شكل أساسي في الجسم هو الكبد والعضلات والأنسجة الدهنية هذه الخلايا عليها أكثر مستقبلات للإنسولين لكي تقوم ببناء خلايا جديدة في الجسم الآن سنرى طريقة استهلاك هذه الأنسجة للإنسولين الأنسجة الأساسية مثل ما قلنا هي الكبد والعضلات والإنسجة الدهنية هي أكثر من يستحلك الإنسولين لهدف معين في الكبد عندما يتم فتح البوابة عن طريقة الإنسولين ليجلوكوس يقوم الكبد بتحويل الجلوكوس إلى جلسرين أو ما يسمى بلاكوجين هذه هي عبارة عن طاقة كامنة يمكن أن تتحول إلى جلوكوس فيما بعد أو يمكن أن تتحول إلى دهون لكي تخزن في الجسم الأنسجة الثانية هي العضلات العضلات عندما يقوم الإنسولين بفتح البوابة للجلوكوس يدخل الجلوكوس ويتحول إلى طاقة للحركة يمكن أن تستخلك لطاقة حركية مباشرة أو يمكن أن تخزن إلى طاقة كامنة لإستخدامها فيما بعد النوع الثالث هو الانسجة الدهنية عندما يقول الإنسولين بفتح البوابة للجلوكوس يدخل الانسجة الدهنية تحول الجلوكوس إلى دهون بشكل مباشر يتحول إلى دهون أو بيتس الدهون هو المصدر أو الأسانسي للطاقة الكامنة في الجسم يمكن للدهون أن تتحول لأنواع أخرى من الطاقة واستحلاكها في الجسم يتم تخزينها في داخل الأمعاء أو بتحت الجلد في الجسم بشكل مبسط، وظيفة الإنسولين في الجسم هو إنتاج الطاقة أو حفظ الطاقة في الجسم باستهلاكها إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر تخزينها في المستقبل محفز الإنسولين مثل ما قلنا هو الكلوكوس أو السكر لذلك كلما ارتفع محتوى المحتوى البذائي بالسكر يقوم برفع إنتاج الإنسولين رفع إنتاج الإنسولين لعناه إنتاج تخزين طاقة كامنة أكبر في الجسم على شكل دهون لذلك هو بشكل أساسي مرتبط بالسمنة كلما تم استهلاك السكر في التغذية يقوم الجسم بتحويله إلى دهون في الجسم والسمنة، زيادة السمنة وزيادة الوزن بشكل طاقة دهنية في رنسجة دهنية أو في الكبر أو في العضلات لذلك المصيحة لمن يريد تخفيف الوزن بشكل أساسي عليه أن يقطع الإنسولين من الحمية أو تناول أقل كمية ممكنها من السكريات والمشويات أتمنى أنكم تكونوا استفدتم من هذا الشرح في هذا الفيديو وإلى رقاء آخر في فيديو آخر بإبن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر